بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل أجريت اليوم قرعة الجياد المشاركة في النسخة الثالثة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل والذي سيقام يوم بعد غد الجمعة على مضمار البحرين بمشاركة ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الإستبلات العالمية والبحرينية كما حضر مراسم القرعة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة عضو الهيئة العليا للنادي ومعالي شيخ سلمان بن أحمد بن سلمان الخليفة رئيس ديوان ولي العهد وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرعية والداعمة للسباق الدولي وعدد من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في السباق وممثل وسائل الإعلام المحلية والعالمية المختلفة وجرت عملية القرعة وسط أجواء تنظيمية مميزة حيث تم سحب قرعة أرقام بوابات انطلاقة الجياد المشاركة في السباق الدولي وأدارها مقدم العرض المتخصص نيك لاك حيث تمت القرعة على 14 جوادا من مختلف الإستبلات العالمية والبحرينية والتي ستخوض المنافسة القوية والمثيرة في الشوط السابع والرئيسي لمسافة ألفي متر هذا وتترقب جماهير سباق الخيل في مختلف أنحاء العالم لحظة الإثارة والحماس في انطلاقة سباق البحرين الدولي والذي سيشهد تنافسا قويا بين مجموعة من الجياد العالمية التي تمثل عددا من الإستبلات المعروفة في عالم سباق الخيل وسيقودها فرسان عالميون وتحت إشراف مدربين عالميين وسط توقعات بصراع قوي ومثير بين هذه الجياد ذات المستويات والتصنيفات العالية والتي تمتلك سجلا حافلا بالانتصارات وتصدر المراكز المتقدمة خلال مشاركتها بالسباقات القوية في المضامير العالمية الشهيرة حيث كثفت الجياد العالمية المشاركة تدريباتها على مضمار البحرين تحت إشراف مدربيها العالميين الذين يضعون اللمسات النهائية للوقوف على جاهزية جيادهم سعيا للوصول إلى الجاهزية المطلوبة لخوض منافسات السباق وكل منهم يطمح للفوز بكأس البحرين الدولي للخيل وبجانب شوط السباق الدولي ستقام الأشواط الستة الأخرى على كؤوس شركة بتلكو وشركة بابكو ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية الرعاة الدائم للسباق الدولي وسط ترقب لمنافسات قوية ومثيرة بمشاركة مجموعة كبيرة من أفضل وأقوى جياد الإستبلات البحرينية سواء للنتاج المحلي أو المستورد والخيل العربية والتي ستتنافس على كؤوس هذه الأشواط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة